السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية طلاب تنح أحباء وأحييكم إلى الأستاذ خالد جبر خليفة مدرس الكيميا في مدرس حسن حرزين اليوم هنأخذ تمرين بتشمل الثلاث أشياء اللي درسناها وهي الحاجم الذري وطاقة التأيون وعناصر الانتقالية الرئيسية الدورة الرابعة فقط وطبعا التمرين هالقصر فيها اختصار كتير هتلاحظوا معي لأنه التغت أشياء كثيرة مثل طاقة التأيون الثاني والثالث وبعض اللي هي معلومات اللي بتخص العناصر الانتقالية خلينا نبدأ مع بعض اليوم هنحاول أختصر يعني في طريقة الجابة هنكون سريع شوية لأنه مفروض أنت تكون قوي وتأسست منيح فمش معقول أنه يكون خطوة أروح أرجع الأساس تباحها ركز معي الله يرضى عليك خلينا نتوكع الله نبدأ في السؤال الأول يعطيني جدول وفيه هذا جدول عناصر افتراضية وموقع كل منها في الجدول هاي العناصر X, Y, Z, L, M, R المجموعة والدورة ما أعطيني بدي لكم لخبطين شايف حرف U1A 2B, 2A وهكذا انتبه أنه مش مرتبين وما تطالب مني مجموعة أسئلة يعني بيجي مثلا السؤال الأول ملغي سبحان الله بالمزايا للنظرية بور نبدأ في هنا السؤال الثاني قارن بين الآتي حسب ما هو مطلوب مستخدما هذه الإشارة طبعا الإشارة هذي هذي مش إشارة أكبر من ولا هي أصغر من لأنه ما فيش حاجة إشارة أكبر من و أصغر من هي إشارة واحدة وانت بتحكم في الاتجاه إذا كان الكبير هنا هتعمل زي هيك إذا كان الكبير هان هتعمل زي هيك هذه معلومة انت مقلتش تعرفها كيف أنا فهمك إياها نبدأ في سؤال ألف هلقيت عندي عنصرين L و Z بدي أقارن من حيث الصفات المغناطسية هلقيت الصفات المغناطسية بدني أنا أعطيكم معلومة اثبتوها عنكم عناصر المجموعة الثانية A وعناصر المجموعة الثامنة A وعناصر المجموعة الثانية B هدول كلهم فيش عندهم صفات مغناطسية عناصر المجموعة الثانية A الممثلة والعناصر النبي للثامنة A والعناصر الثانية بيه هدولة كلهم عبارة عن داية مغناطسية ليس لهم صفة بارة مغناطسية فعشان هيك احنا كل مرة ما ننسيه يقارن اذا كان اجو كان من ضمن هدول مش لازم نعمل توزيع الاكتروني ولا حاجة فتعان شوف هلقيتو العنصر زد والعنصر ال وهي دائرة بينه انت يزد ايش قصتك انت عناصر الثانية ايه والال هدي قدرش رقم هذا هذا سبعة بي على طول الثانية ايه فيش لها فبالتالي هذا اكبر صفة مغناطسية سؤال الثاني نقارن بين الزد والام من حيث طاقت التأين الاول تعان شوف مين هو عنصر الزد هذا هذا العنصر يبقى الثاني ايه اكيد هذا حيكون الثالث عشان قصة الشذوذ والكلام هذا بدون ما افكر فعلا هيو الثالث ايه شذوذ اتنين اكبر من الثلاثة خلصنا لما تكون قوي ومتأسسة صاحب تجاوب كل سهولة بدون نقارن بين ار و اكس من حيث الخواص الفلزية واحد بقولوا طب هم ما فيش لك ما فيش درس زيك استاذ والله هم اصلا حتى في الكتاب القديم ما كان فيه درس وكان يمركنين انه لأستاذ شرح عن كل مجموعة في الجدول الدوري صفاتها وخصائصها والكلام هذا تعال شوف حرف الار مين انت ار واحد ايه ومين انت اكس ايضا واحد ايه تمام تمام شباب الاتنين في المجموعة الاولى طيب هلقيته تعال نشوف ما امكنهم يعني ترتيبهم هلقيت العنصر هذا اكس في الدورة التانية في الدورة التانية وار في الدورة التالتة الصفة الفلزية لما بننزل تحت بتقل انا ما بدي تدقوا كتيب صراحة عن نقطة هادي لانه احنا يمنحكي تخوفا انه مهم ما يركنوا ان الستاذ حكى معلومات عامة فالمهم انه الاكس هيكون طبعا اعلى لانه فوق وهذاك تحت اعتبروها مرغي ما تدقوش كتير شايف هاي صور كويس اكتب العدد الكامية الاربع لعنصر اكس وينك يا اكس انت واحد ايه الدورة التانية يعني اثنين اس واحد ايه يعني هنا واحد يعني هنا فيه اليوم الان يساوي اثنين الال يساوي صفر الامل يساوي صفر الام اس يساوي موجة بنص او سالب بنص اللي بديقول كيف سالنا كده ويجعل احنا خلصنا يا حبيبي كلام هذا سؤال جديد عناصر وعددها الذرية اي بي سي كذا وعدادها يلا نبدأ واحد واحد ها ما عادة دكترونات التكافر لعنصر ام وينك يا ام اخصم من الاتنين خمس الكترونات تكافر للام العنصر ايه تلاتة وعشرين من طمانطاش خمس الكترونات تكافر زي بعض عاملين بالامد عشان يلخمك وفكر انك انت غلطان عاملين بالاملين 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 والاملين بالاملين 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 بال اعرفوا ان واحد منهم سيكون داية هذي كلام يعني مثبت تقريبا اكتب العدد كمية الاربعة الالكترون الاخير الضرة البي في طلاب قوي كتير ومؤسس صح مسكينش بفكر بفكر هذا البورون تمام وبروح بقولك وانا قوي كتير وانا عارف ان البورون عدده الذر خمسة وبيبدأ يشتغل عليه الله يرضى عليك ما تخبص حرف البي لقدامك اللي هو قزده على اللي فوق هذا مش حرف البي لهو البورون هذا بي 19 توزيه حنكتب هنا 18 انا طبعا عشان سريع شوية انت بتكتب ارغون 18 وبترتب امورك اش بدو العدد كمية الاربعة ال يساوي اربعة ال يساوي صفر ام ال يساوي صفر ام اس يساوي موجب نص او سالب نص في ياسر كمان حدد موقع العنصر اي في الجدول الدوري حرف ال اي بدن حدد موقع في العنصر الجدول بنفعش واحد يجي يقول كلمة واحدة الموقع معناها الدورة والمجموعة هاينا معنى كلمة الموقع يلا وينك حرف ال اي وينك 23 التلاتة وعشرين هادي لما تيجي تعمل توزيه ايكتروني لها مش هتكتب 18 بدين فور اس ون وثري دي اه اسف اتنين بدين هتكتب ثلاثة صح طيب يلا الدورة قديش الرابع المجموعة قديش خمسة بي تمام خلصنا لسه اذا نقارن بين حرف ال اي وال بي من الصفة المغناطسية حرف ال اي وال بي وينك يا اي 23 اه يعني هو هذا صح اللي هو خمسة بي طب حرف ال بي هذا ايش بتطلع واحد اه واحد اي طب يلا تمام اه هنا كم الالكترون عندنا ثلاثة وينيجي نوزح سيكون هذا واحد يعني مناهل اي اكبر من حرف ال بي خلص السؤال خلص سؤال جديد علمتنا حالي لكم اسرلها كتير كتير بس المهم انكم تكون سريعين زي لانكم سروا مفروض قويين ومؤسسين صح في عنا العناصر حرف ال اي ال بي السي الدي اذا كتعمل زي كل مرة تكتبهم يمكن تطلع كل المعلومات عنهم وتحلع السريع متتابع aho حادث انخفاض كبير في طاقت التأيون شوف المعلومة هذه لما تشوفها انخفاض كبير في طاقت التأيون يعني كانت كبيرة كتير ونزلت سيجب English هذا في المجموعة التامنة اي هذا وحد اي كلمة انخفاض كبير انتقال كبير هبط كبير جلن كبير تخلف كبير يعن انتقننا من 8 اي لواحد اي يفسج صعود كبير طيران كبير صواريخ كبير يعني من 1A إلى 8A حدث الخفاض كبير في طاقت التأيون الأول لما انتقلنا من العنصر وعند انتقام من العنصر B إلى C حدثاً خفاض كبير انخفض يعني هي 8A و 1A في طاقت التأيون الأول فإذا كان العنصر C هذا هذه معلومات جديدة عنه يقع في الدورة الرابعة كما هو كيد في الدورة الرابعة لأننا نقل من الدورة الثالثة نزلنا على الدورة إيش الرابعة معناها هذا العنصر حيكون أشهده 1A هذا حيكون إيش اتنين ايه هذا حيكون ثلاثة بي والله كل السؤال جايبين وبسيح حان حركة هذه وارجع برجوع هنا سبع ايه مطاليبك يا قائد اي العنصر اكبر حجما دايما الواحد ايه اتنين اي عناصر اعلى كهروسالبية احنا هذا درس ملغي بس انا بده اقولكو اياها المعلومة الىك عناصر المجموعة السابع اعلى كهروسالبية اللي هما فيه كل بريود فيه كل بريود والفلور الاعلى منهم تمام ايه وين احنا مل على كهروسالبية حرف الايه ثلاثة حدد موقع العنصر ايه في جدول الدوري وينك عنصر حرف الايه هايو فمتكتب هنا الدورة الرابعة المجموعة التالتة بي فيه ولا تكتب بس كلمة الدورة بكتب بس ثلاثة بيه بنلعب معلومات الكتبات الموقع في الجدول الدوري معناها عبر عن دورة ومجموعة ايش فيه اسئلة كمان قارن بين دي سي من حيثه طاقت التأيي الثاني ما نلغي صفة المغناطسية تعال نشوف السي هدا مين بيطلع السي هدا واحد ايه ومين بيكون الدي اتنين ايه الاتنين قلنا ايش ملهم الشي بيه السي اكبر في الشي خلصنا سؤال جديد بالاعتماد على الجدول الامامك طب هدا من الاسئلة الحديثة السنوات الاخيرة الذي يشمل ثلاثة عناصر ممثلة والعنصر بيه عنصر نبيلي يعني شوف الهبل يعني نقلك يا عيني عينك ر بي سي تمام عنصر نبيلي هذا بيه تمانية ايه ها قلت انتك ايش انتك سلاح او معلومة هو مش كاتب متتابع او متتالية ولا ايش كيف بدك تعرف انه هذا حيكون اكيد سبعة ايه وهذا اللي بعديه ايش كاتب في العدد الذري انت خليك ما العنصر بيه له هو السين سين معطيه رمز السين تمام بقولك انه السين اعتبر السين طمانطاش اعتبر السين طمانطاش طب إذا السين اقلت واحد حتكون سبعتاش وازداتوا واحد حتكون سنتعاش مانا هذه الفعرة متتالية إن هذا اقل من السين بنمرة وهذا اعلى من السين بنمرة فبالتالي هذا حيكون سبع ايه وهذا حيكون بعد الثانوه ييجي واحد ايه دورة جديدة هيك دورة جديدة وهيك دورة جديدة يعني نبدأ مع بعض هنا يعني يقول هذه التالتة مثلا الرابع وهكذا يلا ما رقم مجموعة العنصر R سبعة A والعنصر B تمانية A هاي R وهي B وهي جواب السؤال الأول جواب السؤال الثاني أي من العناصر له أكبر خصائص في الزية حيكون حرف الأي لهو إيش C رقم ثلاثة أي من العناصر له أكبر حجم ذري C رقم أربع أي عناصر له أعلى كهر سالبية عناصر مجموعة السابعة R عدو مليون رسالة جتني أستاذ ملغي ملغي الكهر سالبية مو معنا يا أستاذ مو معنا طب بلاش مو معاك شو أسوي لك أي من العناصر له طاقة التأيون ثاني ملغي رتب العناصر الصابع حسب طاقة التأيون الأول حسب طاقة التأيون الأول نيجي للB أعلى واحدة هذا السؤال السادس حرف الB أعلى إيش بنعمل أكبر من بعدين بيجي اللي هو الR أكبر من بعدين واحد A اللي هو السي مش روح تكتب واحد A وسبعة تكتب له الرموز مش الواحد A والتمانية أشوف خلص خلص سؤال جديد إذا لقيت حلقة ستصحي لأسل هذه بكل سهولة أعرف أنه إحنا من فضل الله تأسسنا صح وعملنا صح واشتغلنا كل نقطة بحذفيرها لديك العناصر هذه لازم تكتبهم هذه A وقفت الفيديو كتبتهم وهي متتالية في عددها الذرية هذه معنومة مهمة وخطيرة جدا عشان إذا كشفت واحد بتكشفه الباقيين تبدأ من الآن حتى الجي يعني قصدهم مرتبين وينتهي التوزيع الإلكتروني لأنصر دي وينك دي أنت عندك معلومات إيش بتقول بالمستوى أنا بقولك حارة استقرار باستغرب الطلاب شو يعني حارة استقرار ما فيه ظرة مهيجة في دروس الملغية حارة استقرار يعني التوزيع الإلكتروني اللي أنت بتعرفه بالمستوى ثلاثة بي ستة اللي حيكون قبله ثلاثة الستنين واللي حيكون قبله النيوة العشرة صح هيك كل هدول قديش طمانطاش واحد شاطر بقولي طمانطاش يا ساز آرقوم كشفنا شاطر فالح تمانية واحد اتنين تلاثة بي هيك دورة جديدة وهيك دورة قديمة سبعة ستة خمسة هيك دورة كله كله قلانفال منحلهم في ثواني بعدما طلعنا المعلومات هذه واحد أي العنصر انتقالي ج أي العنصر على الكهرسالي بي شنين قديش كانوا زمن يجيبوه كتير س أي العنصر له أقل طاقة التأيون أول حرف الإ قارن بين أي أربع بين بي وإ من حيث طاقة التأيون الأول مين انت أصلا يا بي السادس وحرف الإ دائما حركة الشذوذ فكروا حالما هيخدعوكم مش عارفين أنتم أساسين صح بإذن الله سؤال الخامس بدنا نرتب إ ودي والس حسب الحجم نشوف مين هو الإ واحد إ ومين الد تمانية إ ومين الس سبعة إ حسب إيش بده حسب الحجم وين أكبر حجم هيكون حرف الإ أكبر من الس والس أكبر من الد لأنه أقل حجم ما العدد الذري العنصر أف هذا السؤال السادس أف وينك يا أف وينك يا كبير هاي واتنين إيه تمام؟ بده العدد الذري تبعوه هذه دورة إيش جديدة تمام؟ العنصر دي الدورة التالتة يبي دورة دورة قديش؟ الرابعة حرف الأف نرجع له أربعة أس اتنين افهموا مش هو حكالي معلومة عن العنصر دي وقال ثلاثة بي ويعني ثلاثة بي مول بي والأس نفس الرقم ثلاثة وثلاثة يبي دورة كلهم ايك دورة تالتة لما نزلنا بعد التمانية لتحي الدورة الرابعة فكتبت أربعة الستنين عفوا حكمنا في المنوعات التانية وهنا حيكون فيه طمانتاش فبالتالي عشرين لو عنصر الكالسيوم خلص السؤال سؤال جديد لديك على ناصر كذا كذا متتابعة في عدد الذرية معلومة مهمة وخطيرة من ذي لزد يعني التتابعوا من هان لهان مرة تكون من هان لهان فهدولهم مش تتابعين لهم ديروا بالكم طب عمروا جبوها بس بحكي لك أنا وعند الانتقال من كذا إلى كذا لازم نكتبهم كتبتهم وعند الانتقال من دابليو لإكس من دابليو لإكس تنخفض طاقت التاني بشكل كبير يعني هذا 8A وهذا 1A وهذا 2A وهذا 3B وهذا 7A زيقنا القصة سلنا خفزينا فإذا كان العنصر إكس وينك يا إكس انت هذا ما قاله يقع في الدورة الرابعة يعني هدول الاثنين في الدورة التالتة وهدول أكيد في الدورة الرابعة زي لهذا مهم متتاليات يلا ما العنصر الذي يمتلك أكبر عدد من الإكترونات التكافؤ اللي هل سأكون العنصر دابليو عشان 8 هاي واحد اثنين ما الحالة في الزيقية العنصر هذا ملغي ثلاثة ما أي العنصرين إكس ولا واي برضو تقتل آسف ما العنصر الأكثر مين اللي كسب الإكترونات اللي بيكسب والهومن في الزات اللي هو عنصر مين الآسف هذا هو جسمه بيخسره العناصر مجموعة السابعة بحبك تسبه ال V أي العنصرين دابليو هاي دابليو وهاي V وهاي مقارنة بينهم له حجم أكبر مين الدابليو تمانية A طبعا إله أصغر بدون ما أشوف الطرف التاني من V والسبع A فبتالي هذا أكبر خلص خلص لديك العناصر كذا كذا متتالف عدد الذرية من حرف A لحرف الأم إذا عينتنا عنصر E يقع في الدورة التالتة بدأ كتبهم بيباكم مش مرتبين أم جديد شايف ما فيش C في حروف عشوائي يعني جايب وقال لهم مرتبة حسب عدد الذرية من حرف متتالف عدد الذرية من حرف A لأ فإذا عينتنا عنصر E وينك يا أنت يقع في الدورة التالتة تمام ويحتوي سبع إلكترونات تكافؤ عمش هاي سبع إلكترونات تكافؤ في الدورة التالتة يعني دقيك تبت تلاتة أس اتنين وثلاتة بي خمسة هيتوزيعه وهنا عشرة يعني هدولا في الدورة التالتة ودول في الدورة الرابعة طول بحنا استجال يشلفق للأستاذ هدوء هدوء العنصر E يقع في الدورة التالت كتبنا ثلات أس ويحتوي سبعة كترونات تكافوت. اتنين وخمسة هي السبعة. وهيتوزيه الالكتروني. وعرفنا كمان انه سبعتاش. واللي هو كمان لكلور. يلا عيش. عشان عارفها. كله هو عناصر مجموعة سبعة اي. فبتالي الجي هيكون تمانية اي. وهذا طبعا سبعة كشفناك. وانت ستة. وانت خمسة. وانت اربعة. وهذا واحد اي. وهذا اتنين اي. وهذا تلاتة بي. هنا الدورة الربعة بتبدأ من هنا. مش معاه الجي. شوف خبثاء اعطوا مجموعة سبعة عشان يكون لسا في كمان عنصر في الدورة الثلاثة. ثم تبدأ في الدورة الرابعة. السؤال الاول. مين عنصر الانتقالي ام? تلاتة بينا هنا مفروض اكتب تلاتة بي. اه رتب العناصر الاتية اللي هي اتنين. جي. دي. بي. حسب تقطعين. يلا مين انت يا جي? تمانية اي. وانت يا دي. ستة اي. وانت يا بي. خمسة. اي. فبتكتب جي اكبر اشي. بعدين الشذوذ اللي هو البي. بعدين الدي. يلا سؤال التالت. ويني سؤال التالت? ملغي. الرابع. ايهما? اكبر حجم ال? ولا اي? وينك يا ال? اتنين اي? وحرف الاي مين? وينو? فور اي. الحجم بقل طبعا. فبالتالي الاكبر. اي ذرتين تمتلكا صفة برا مغناطسية. حرف الاي ولا البي. مين حرف الاي? فور اي. طب مين حرف البي? فايف اي. تمام? ودور في الدورة التالتة صح? يعني هنا تلاتة اثنين. تلاتة بي اثنين. وهذا تلاتة اثنين. تلاتة بي تلاتة. هاي تلاتة اكترونات منفردة. هنا اكترونين مفردين. بقى اهد اكبر. خلصنا? خلصنا. طبعا مع تفصيل اجابة. يعني تعمل توزيع اكتروني توزيع اكتروني. ودور تلاتة اكترونات منفردة. اكترونين منفردين. يلا اخر سؤال. ايجا في محمد. اربع اي. سبع اي. اللي هما هنا كيو. اي من العناصر له طاقة تأيون اول اعلى. مين اعلى? اللي بزيد طاقة تأيون هنا. حرف الاي. واحد. اتنين. اي العناصر له اكبر حجم ذري. اكبر 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 اكبر. كيو. اي طاقة تأيون اربع خلصنا منها. طبعا في اسجل ضائلة اللي هو لسا ما اخدناهاش. لما ان شاء الله ناخد الدرس نرجع برجوع ومنحل. وهيك خلصنا. الحمد لله وشكر الله. هذا من فضل رضي.